اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تانر النهاردة هنتكلم عن الامراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب والحاجات دي وتأثيرها على القدرات الجنسية عند الرجال وازاي حضرتك كطبيب لو متابع مريض عنده امراض مزمنة ازاي تقيم قدراته الجنسية وتهتم بيها وتسأله عنها ولو كان عنده مشكلة بالفعل في العلاقة الحميمية بتاعته ازاي تقدر تساعده انه يحلها وايه دور الادوية اللي احنا بنسمع عنها زي الفياجرا والسيالس والحاجات دي وهل الادوية دي خطر على المرضى دول اللي عندهم ضغطة او سكر او قلب الى اخره وايه هي طرق العلاج التانية اللي ممكن نستخدمها في المرضى دول وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو مفيش شك يا صديق العزيز ان ممارسة الجنس او العلاقة الحميمية ده جزء مهم واساسي في حياتنا عشان الاتزان النفسي وعشان الانسان يعيش حياته بشكل طبيعي دي فطرة وغريزة ربنا خلقها فينا كلنا ولازم لو حضرتك بتتابع مريض عنده مرض مزمن زي الضغط او السكر او القلب او الرماتود ارترايتز او الانساداد الرئوي المزمن سي او بي دي او غيره او غيره لازم تسأله على النقطة ديه لكن طبعا تسأله بطريقة غير مباشرة او بطريقة ما تجرحوش ممكن تقوله مثلا احنا بنلاحظ ان في مرضى كتير من اللي عندهم سكر ومش متحكم فيه لفترة طويلة ممكن يبقى عندهم مشكلة شوية في القدرات الجنسية هل قبلتك حاجة زي كده؟ فدايما تشوف الطريقة المناسبة اللي تسألوا بيها ويمكن هي دي الرسالة اللي انا عايز اوصلها من الفيديو الطويل بتاعي بتاعي النهاردة ده ان حضرتك كطبيب ما تهملش الجاذب الجنسي عند المريض بتاعك وقدراته الجنسية وانه يمارس العلاقة الحميمية بتاعته بشكل مرضي ليه وللطرف التاني اللي هو زوجته يعني ولو في مشكلة موجودة بالفعل يبقى حضرتك تبدأ تتعامل معاها او حتى تحوله لطبيب اخر مختص في الحاجات دي في بعض الاطباء بيعتقد ان المريض اهم حاجة عنده التحكم في المرض الاساسي فقط لا غير وان الجنس او ممارسة الجنس مش مهمة عنده وده مش مزبوط ورسالت التانية للمريض نفسه حضرتك لو مريض عندك مرض مزمن وعندك مشاكل في العلاقة الجنسية فما تتكسفش وروح للطبيب بتاعك واستشيره وتكلم معاه كمان في بعض المرضى خصوصا مرضى القلب مثلا ممكن يعتقد بالخطأ ان الطبيب منعه من ممارسة الجنس يقولك ده انا جالي جلطة في القلب ده انا مركب دعامة ده انا عامل قلب مفتوح ده كده يبقى اكيد انا ممنوع من ممارسة الجنس والطبيب ما قالوش كده في مرضى كتير من مرضى القلب والاوعية الدموية الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي مركب دعامة اللي جالي جلطة قبل كده الحاجات زي كده في منهم مرضى كتير بنسمح لهم بممارسة الجنس طبعا باستشارة طبيب القلب المعالج للحالة وفي مرضى مش بنسمح لهم ودي هنبقى نتكلم عنها الحلقة الجاية ان شاء الله هنبقى نتكلم فيها عن مشاكل القلب والعلاقة الجنسية وكمان لو في مشكلة في العلاقة الجنسية والأدوية المستخدمة والحاجات دي يعني وأخيرا رسالة لحضرتك كمريض ما تسمعش كلام أصحابك أو الناس العاديين اللي ممكن يدولك أقراص احنا مش عارفين مكوناتها ايه أو حتى الأقراص دي تتفاعل أو تعمل مشكلة مع الأدوية الأساسية اللي انت بتاخدها في حاجات ممنوعة طبعا لو حضرتك مثلا مريض قلبه بتاخد أدوية من اللي هي النايتريتس ممنوع تاخد السلد نافيل وإخواته الفياجر والحاجات دي ممنوعة تقولي طب أنا باخد أعشاب طبيعية أقولك في بعض الناس بتطحن هذه الأقراص في الأعشاب الطبيعية فلو سمحت ما تاخدش حاجة من أصحابك أو من عند العطار أو أو وارجع دايما للطبيب المعالج لحضرتك هو يشوف مشكلتك ويساعدك في حلها إن شاء الله ما تعملش زي الراجل ده حبات توها وصلتني من الصين بس لا تشرب عليها ماي حضرتك تعرفني من غير ما عرفك في دراسات اتعملت ووجدت إن أصحاب الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب وارتفاع الكوليسترول إلى آخره بيكونوا أكتر عرضة للضعف الجنسي أو مشاكل في العلاقة الحميمية أكتر من الناس الطبيعيين في نفس السن وده لإن هذه الأمراض قد تؤثر على القدرات الجنسية من عدة نواحي أو من عدة جوانب زي طبعا المخ والأعصاب زي طبعا الأوعية الدموية أو ودي طبعا تعتبر أكترهم أحيانا مشاكل في الهرمونات أحيانا الجانب النفسي وده مهم جدا المريض ممكن يكون ما عنده مشكلة في الجنس نفسه لكن يكون عنده مشاكل نفسية كتير بسبب المرض المزمن الشخص عارف أنه أصبح مريض قلب أو مريض ضغط أو مريض سكر يقولك ده أنا بقيت مريض مزمن هاخد أدواته العمري هتابع طبيبته العمري ممكن يدخل في اكتئاب كل المشاكل ده ممكن تسبب نعف جنسي عنده وممكن نفرق شوية المشكلة اللي عنده المريض بتاعنا إذا كانت نفسية أو عضوية بنسأله الراجل ده لو بيجيله انتصاب صباحي أو أحيانا انتصاب مسائي فغالبا المشكلة اللي عنده الراجل ده مشكلة نفسية لأنه بيجيله وهو نايم الصبح كده بيلاحظ الانتصاب عنده طبيعي أما لو ما فيش انتصاب صباحي ولا انتصاب مسائي ولا أي حاجة خالص فممكن تكون مشكلة عضوية معنا فالمهم أن الجانب النفسي مهم جدا مع المريض بتاعنا كمان طبعا بعض الأدوية اللي بنستخدمها في علاج الأمراض المزمنة قد تؤثر سلبا على القدرات الجنسية زي البيتا بلوكرز مثلا اللي أحيانا نستخدمه في أمراض الضغط أو أمراض القلب كمان طبعا زيادة السن الشخص الطبيعي حتى لو ما عندهش أمراض مزمنة كل ما زاد سنه طبعا كل ما قلت قدراته الجنسية مش هنجيب واحد عنده سبتين سنة زي واحد عنده عشرين أو تلاتين سنة فالسن كل ما يزيد بيؤثر سلبا على القدرات الجنسية والأمراض المزمنة غالبا بتيجي أكتر في كبار السن زي ما احنا عارفين العلاقة الجنسية ليها أربع مراحل تقريبا أول مرحلة اللي هي الديزاير أو الرغبة لازم يبقى الشخص عنده رغبة أنه يمارس العلاقة الجنسية المرحلة التانية اللي هي الاروزل أو الإثارة واللي بيكون فيها الانتصاب واللي المفروض تستمر طول فترة العلاقة المرحلة التالتة اللي هي الارجازم أو الرعشة أو قمة الإثارة المرحلة الرابعة اللي هي الريلاكسيشن أو الارتخاء بعد انتهاء العلاقة ولازم كل حاجة ترجع لطبيعتها بعد العلاقة فدول أربع مراحل للعلاقة الجنسية كل مرحلة منهم لها متطلبات على فكرة يعني من ناحية المخ والأعصاب والهرمونات والحاجات دي كل مرحلة لها متطلبات معينة المهم أنه ممكن يحصل مشكلة في أي مرحلة فيهم المريض ممكن يبقى عنده مشاكل في الرغبة هو أصلاً ما عندهش رغبة للجنس في مريض تاني ممكن يبقى معاه مشاكل في الأرجازم مريض آخر ممكن يبقى معاه مشاكل في الرلاكسيشن لكن طبعاً أكتر مشكلة بنشوفها وبتواجه الناس كلها هي مشاكل الانتصاب وضعف الانتصاب أو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب طول فترة العلاقة ودلوقتي تعالى نتكلم عن إزاي نعالج المريض بتاعنا بص يا صديق العزيز أول نقطة في علاج هذا المريض اللي عنده مشكلة في القدرات الجنسية أو ضعف جنسي وهو عنده أمراض مزمنة الخطوة الأولى إن احنا نعالج المرض المزمن ده بشكل جيد جداً المريض لو عنده سكر نتحكم كويس جداً في مستويات السكر لو عنده ضغط لازم نتحكم كويس في الضغط بتاعه لو عنده قلب لازم نتحكم في المرض بتاعه وياخد علاجاته بشكل كويس ويتابع مع طبيبه لو مريض عنده روماتيزم لازم ياخد علاجه بشكل كويس فالنقطة الأولى والأساسية هي التحكم في المرض الأصلي ونحاول وإحنا بنعالج المرض الأصلي نبتعد عن الأدوية اللي ممكن تؤثر سلبا على القدرات الجنسية على سبيل المثال يعني بيتا بلوكرز أما لو كان لازم ياخد بيتا بلوكرز فبرضو نحاول ندي جرعات أقل شوية أو ندي أنواع ممكن ما تأثرش في شكل كبير زي نيبي فولولي مثلا النقطة التانية في العلاج هي جنرال ميجرز تعليمات عامة للمريض من ناحية الغذاء لازم يوقف تدخين ما يشربش كحليات ما يعملش علاقة جنسية بعد الأكل مباشرة يكون فات ساعتين لو المريض وزنه زيادة لازم يزبط وزنه لازم نبتعد عن الضغط العصبي مريض لو عنده سي أو بي دي أو أزمة ممكن يستخدم البخاخة قبل ممارسة العلاقة مريض لو عنده روماتيزم وبيحصل له آلام في العظام وكده ممكن ياخد مسكن قبل العلاقة بنص ساعة زي ما قلنا نتجنب أي أعشاب أو أدوية مجهولة المصدر ما تاخدش برشامة من صاحبك اختار معاد مناسب لجسمك لممارسة العلاقة ما يبقاش أنت مجهد وتعبان أصلا في الشغل وجاي تختار الوقت ده لازم تختار وقت يكون جسمك مستريح فيه كمان تختار وضعية في الجنس مناسبة ومريحة احنا عارفين إن الجنس بيتطلب طاقة أكبر من العادي فنختار وضعية مناسبة ومريحة كمان حافظ على اليقتك البدنية واعمل تمارين باستشارة طبيبك طبعا كل ما بتزود الاكسرسايز كباسيتي يعني بتزود قدرتك على المجهود ده طبعا هيحسن قدراتك الجنسية مش هنجيب واحد نايم طول النهار والليل ومش بيتحرك مش بيمشي مش بيعمل أي رياضة زي واحد جسمه أحسن وبيعمل رياضة كمان طبعا العامل النفسي زي ما قلنا لو فيه اكتئاب نعالجه لازم نقعد مع المريض بتاعنا ونتحور معه ونشوف لازم نزود له الثقة بنفسه لازم الشريكين يقعدوا مع بعض الزوج وزوجته ويشوفوا إيه اللي بيعجبهم وإيه اللي مش بيعجبهم ويتكلموا ويحاولوا يوصلوا أو يصلحوا الحاجات اللي مش بتعجبهم في بعض كمان لازم نقلل حتة الـ performance anxiety عند المريض بتاعنا المريض ممكن يكون خايف من الفشل في العلاقة الجنسية وهذا يؤدي إلى مزيد من الفشل في العلاقة الجنسية فلازم نفهمه ونقلل عنده النقطة دي ونزود الثقة بنفسه كمان تغيير المكان تغيير الوقت تغيير الوضع كل الحاجات دي ممكن تساعد المريض بتاعنا نفسيا وتحسن قدراته الجنسية الخطوة الثالثة في العلاج يا صديقي العزيز هي الأدوية هندي للمريض بتاعنا أدوية عشان مشاكل الانتصاب اللي عنده ومن أشهر المجموعات والأفضل في هذه النقطة هي الفوسفو دايستريز فيف انهيبتورز الأدوية المعروفة بقى زي سلدنافيل مثلا اللي هو في السوق زي الفياجرا أو فيريكتا أو إيريك الجرعة بتاعته بتكون من 25 لـ 100 ميلي جرام أرص بيتاخد عن طريق الفم قبل العلاقة الجنسية بساعة أو مثلا فردنافيل في السوق موجود باسم باورريكتا أو فردينا الجرعة بتاعته من 10 لـ 20 ميلي جرام أرص بيتاخد برضو قبل العلاقة الجنسية بساعة والاتنين دول مدة العمل بتاعتهم أو ديوريشن حوالي 4 ساعات وقد يمتد تأثيرهم إلى من 6 لـ 12 ساعة النوع التالت هو تدالفيل في السوق طبعا باسم سيالز مثلا أو تدالبتس أو تادا وده طويل المفعول شوية مدة شغله بتشتغل لحد 17 ساعة ونص تقريبا وقد يصل إلى 36 ساعة وعشان كده بيعملوا له دعاية يقولك أرص واحد في اليوم حتى لو هتعمل علاقة أكتر من مرة والجرعة بتاعته بتكون من 5 لـ 20 ميلي جرام أرص قبل العلاقة بساعة برضو فالمجموعة دي جميلة جدا وأمان وممكن نستخدمها مع مرضى الضغط ومرضى السكر ومرضى القلب بس طبعا يكون الطبيب نفسه سمح للمريض أنه يمارس الجنس يعني وهو كمان اللي ممكن يصف للأدوية دي إذا كان عنده مشكلة زي ما هنعرف في الحلقة الجاية زي ما قلنا فالمهم إن المجموعة دي جميلة وبالعكس لها مميزات أصلا يعني مثلا في مرضى السكر بتقلل حاجة اسمها برو انفلاماتوري سايتوكاينز في مرضى القلب والضغط بتقلل الكاردياك ريمودلينج في دراسات اتعملت وقالت كده كمان طبعا هي بتستخدم في علاج البلموناري هايبر تنشن ارتفاع الضغط في الشرايين الرقوية من الأساس فهي لها بعض المميزات أيضا بجانب تأثيرها على القدرات الجنسية وكمان ممكن نستخدمها في مرضى الكلا أو مرضى الكبد بس طبعا بنبدأ بجرعات قليلة شوية وممكن نزود بعد كده مع متابعة المريض بتاعنا وكمان المجموعة دي مفيش منها إدمان ولا تعود طبعا لو مريض بياخد فياجرا أو المجموعة دي كلها اللي هي ممكن تحصل له بعض الأعراض الجانبية زي شوية صداع شوية انخفاض في ضغط الدم شوية فلاشنج أو المريض كده وشه يزنهر زي ما احنا عارفين يعني بعض الأعراض الجانبية البسيطة كده المريض غالبا بيتحملها ولا يمنع استخدامها طبعا في بعض المشاكل الخطيرة ممكن تسببها هذه المجموعة لكنها نادرة جدا والحكومات لم تسحب هذه الأدوية بسببها لأن هي نادرة جدا جدا زي فقدان السامع فقدان البصر بريابيزم أو الانتصاب المستمر اللي ممكن يستمر أكتر من أربع ساعات وهكذا لكن دي حاجات نادرة جدا لم تسحب هذه الأدوية بسببها ولو سألتني من المرضى اللي ممنوع تماما ان احنا نديهم هذه المجموعة من الأدوية الفياجرا أو السلدنافيل والتدلافيل واخوتهم فهقولك ان الابسوليوت كونترا انديكيشن ان احنا نديهم مع النيتريتز لو المريض بياخد نيتريتز بأي طريقة اللي هو الدينترا مثلا أو المونوماك أو حتى النيتروديرمي باتش يعني النيتريتز عموما ممنوع استخدام هذه المجموعة معاهم ممكن تعمل الخفاط شديد جدا في ضغط الدم وعشان كده لو تفتكر لو جالك مريض في الاستقبال وكان عنده أزمة قلبية أو شستبين أو ألم في الصدر وانت خايف لا يكون عنده جلطة في القلب فنديله أربع قراص أسبوسيد أربع بلافيكس أكسجين ممكن مورفين نيجي عنده دينترا ما نديلهش دينترا خالص إلا لما نسأله ونسأله اللي معاه هل أخد فياجرا أو أخد سلدنافيل أو فيردنافيل أو أفانافيل قبلها باربعة وعشرين ساعة أو واخد سيالس أو تدالافيل قبلها بتمانية واربعين ساعة يعني من الآخر لازم نتأكد لأنه لو خد ممنوع تماما أن احنا نديله دينترا أو نديله نيتريتز في الوقت ده أبدا رشدي لآخر مرة بسألك أنت واخد فياجرا أو حاجة زيها لأن المحلول اللي في دراعك ده مع الفياجرا يموتك فيعتبر ده المانع الوحيد الأساسي واللي لازم تخليك فاكره دايما ممنوع مع النيتريتز تماما كمان الفردنافيل ممكن يعمل برولينجيشن للكيوتي سيجمنت في رسم القلب يعني فالمرضى اللي عندهم يعني كونجينتال كيوتي سندروم أو حاجات زي كده أو مشاكل في التوصيل بتاع رسم القلب يعني فبلاش نديله فردنافير كمان في بعض المرضى نخلي بالنا معاهم بس يعني مش ممنوع تماما بس نخلي بالنا شوية زي لو مريض قلب وكان جاله جلطة في القلب قبل كده أو مريض هارت فاليور أو مريض معاه في الأساس انخفاض في ضغط الدم أو مريض بياخد ألفا بلوكر أو مريض بياخد بيتا بلوكرز أو مريض معانستابل أنجينا الحالات دي نخلي بالنا من المريض بتاعنا يعني دي بتبقى ممكن نديها وممكن لا ونخلي بالنا مع المريض بتاعنا فالمجموعة دي يا صديق العزيز مجموعة جميلة جدا وأمان زي ما قلنا المريض لو عنده سكر أو عنده قلب فلما بنيديله كمان بيحسن التأثير وبيحسن الاستجابة لهذه المجموعة كمان ممكن ندي أنتي أكسيدنت بتساعد معانا شوية ودلوقتي خلينا نتكلم عن تستستيرون هل المريض بتاعنا نديله تستستيرون هرمون الزكورة يساعد معانا ولا لا أقولك أن في بعض المرضى خصوصا مرضى السكر ممكن يبقى معاهم الخفاض في مستوى التستستيرون أو هرمون الزكورة ده فممكن بعض الأطباء بيعملوا التحليل ده بيطلبوله التحليل ده وبيتعمل صباحي من الساعة 8 للساعة 11 صباحا فلو كان بالفعل التستستيرون قليل بنلجأ بعد كده أن نعمل FSH والLH والبرولاكتن عشان نشوف هو فيه central cause ولا لا يعني فيه مشكلة في الغدة النخمية هي السبب في انخفاض التستستيرون ولا لا وبنعيد تحليل التستستيرون مرة تانية عشان نتأكد المهم والخلاصة أن نحن ممكن ندي للمريض بتاعنا التستستيرون لو كان مستوى منخفض جدا خصوصا كمان لو معاه أعراض لانخفاض التستستيرون زي مثلا انعدام الرغبة الجنسية من الأساس زي زيادة الوزن وفقدان الطاقة زي كمان الاكتئاب والتعب المستمر والحاجات دي ففي الحالة دي بيقولوا أن احنا ممكن ندي للمريض بتاعنا التستستيرون هيحسن الحاجات دي وهيحسن القدرات الجنسية عنده ممكن ندي له حقن زي الحقن اللي قدامك دي حقن كل شهر وأحيانا ممكن ندي له كابسولات تحت الجلد بتتاخد كل من 3 ل 6 شهور لكن طبعا ده هيبقى برضو مع طبيب متخصص والعلاج بالتستستيرون أصلا عليه اختلاف شوية يعني هل هيفيد المريض بشكل كويس ولا لا وبكده يا صديق العزيزي بقى تكلمنا عن المجموعة الأهم والأشهر استخداما في علاج ضعف الانتصاب والضعف الجنسي وهي الفوسفو دي ستريس 5 انهيبتورز وعرفنا مميزاتها وإن هي جميلة دلوقتي هنتكلم عن المجموعة التانية اللي ممكن نستخدمها بجانب المجموعة الأولى يعني المريض بتاعك لو اديته حاجة من المجموعة الأولى ولسه التأثير مش قوي لازم نزود له حاجة كمان فممكن نزود المجموعة التانية من الأدوية وهي البروستاجلاندن E1 مثلا واخواته برضو اللي هو الفنتولامين والبابافرين ودي أدوية طريقة استخدامها مش منتشرة عندنا شوية لأن هي بتتاخد عن طريق الحقن داخل القضيب أو عن طريق اللبوس بيدخل في القضيب فالبروستاجلاندن E1 سواء كان لوحده أو الثلاثة مع بعض زي ما قلنا ممكن يتم حقنهم داخل القضيب والمريض بيتدرب على الحقن ده وبيقوم به بنفسه الموضوع السهل مش صعب المريض بيتعلمه عن طريق الطبيب بتاعه طبعا وبيحقل نفسه بهذه المواد قبل العلاقة الجنسية أو يستخدم اللبوس اللي بيدخل داخل القضيب زي ما قلنا وبرضو بطريقة سهلة وتعليمات سهلة بيقدر يستخدمها وبيتفيده كتير وبتعمل عنده انتصاب حوالي من 30 ل 60 دقيقة الطريقة التانية في علاج المريض بتاعنا ان احنا نستخدم طرق ميكانيكية زي حاجة اسمها الى الحلقة المطاطة الحلقة دي وظيفتها ان هي بتحافز على الانتصاب وتمنع حاجة زي التصرب الوريدي او تمنع فقدان الانتصاب أثناء العلاقة وليها مميزات كتير يعني ممكن تزود مدة العلاقة وممكن تقوي الانتصاب فهي بتكون عبارة عن حلقة مرنة ليها طبعا أشكال كتير وليها مقاسات كتير وفي منها متغير المقاس كمان بتركب على قاعدة القديب من تحت وزي ما قلنا لها مميزات كتير الطريقة الميكانيكية التانية هو جهاز الشفاط وده عبارة عن شفاط بيركب على القديب وباستخدام ضخ كده بنضغط عليها فبيعمل ضغط سلبي وده بيخلي الدم يوصل للقديب بشكل جيد جدا ويعمل انتصاب لهذا القديب وبعد ما يتم بالانتصاب بنحط هذه الحلقة اللي هي عشان نحافظ على هذا الانتصاب طرق ميكانيكية ممكن نستخدمهم بالإضافة للأدوية اللي تكلمنا عليها من شوية أو أحيانا نستخدمهم لوحدهم إذا كان المريض عنده موانع من الأدوية طرق جميلة بتجيب نتائج كويسة ممكن يحصل منها بعض الأعراض الجانبية زي يخدوش في القديب وحاجات بسيطة كده لكن بالتدريب وبالتطبيق الصحيح بيكون كويس جدا للمريض وأخيرا يا صديق العزيز الخطوة الأخيرة في العلاج لو كل اللي فده فشل ولم يؤتي نتائج جيدة لوقت كافي مع المريض فممكن نلجأ إلى الحلول الجراحية والدعامات نركب دعامات للقديب دي بتكون عملية جراحية بنركب فيها دعامة للقديب سواء دعامة سبتة أو بنقول عليها يعني ده بيبقى عبارة عن قديب أو أمبوبة شبه صلبة المريض يقدر يتنيها ويقدر يفردها وقت الحاجة أو نستخدم ده نوع تاني بيبقى عبارة عن مضخة يعني لما يكون المريض عايز يحصل انتصاب بيستخدم المضخة دي بتكون رجبة جوة كيس الصفن أو داخل السكروتم يعني المريض بيضغط عليها المضخة دي يعد يضغط عليها كده فيحصل عنده انتصاب وبعد انتهاء العلاقة الجنسية بيضغط على زرار فيحصل ارتخاء لهذا القديب مرة تانية وبالمناسبة دعامات القديب دي جميلة جدا وليها مميزات كتيرة وتعتبر حل جميل لو الطرق الأولى اللي تكلمنا عليها فشلت لكن طبعا غالية شوية في السعر وكمان عملية جراحية يعني تغدير وجراحة وممكن يحصل عدوى حاجات زي كده وطبعا كمان مش كل المرضى نقدر ندخلهم جراحة او عمليات لازم يكون المريض لكن المهم ان هي حلول جميلة جدا بتكون طبعا باستشارة الطبيب المختص وبيختاروا النوع على حسب رأي الطبيب المختص ورأي المريض واستشارتهم مع بعض الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن مرضى القلب مين مسموح ومين ممنوع من ممارسة الجنس واحد جاله جلطة في القلب قبل كده واحد مركب دعمات واحد عنده كسور في الشرعين التاجية واحد مركب صمام صناعي واحد عنده مشكلة في الصمامات الى اخره مين مسموح ومين ممنوع طبعا كل ده بيكون بتقييم طبيب القلب وكمان لو واحد عنده مشكلة في القدرات الجنسية ايه الأدوية برضو اللي نستخدمها وطرق العلاج اللي اتكلمنا عنها دي هتنفع معها ولا لا لو عايز الحلقة دي اكتب لي الكلام ده في التعليقات هسيب لك بعض المصادر عن موضوعنا النهاردة في الوصف اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم